أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مستويات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية في العديد من المحطات المهمة للوطن نموذج يجب تكريسه في مختلف مسارات العمل بين أعضاء فريق البحرين في كل قطاع من أجل الوصول للتطلعات التي يطمع للجميع أن يرى فيها البحرين بالمستقبل بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشابلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم معالي السيدة فوزية بتعبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بحضوره معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث نوه سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من خلال التعاون والتنسيق البناء مع أعضاء السلطة التنفيذية في مختلف أوجه العمل من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك على كافة الأصعدة تحقيقا للأهداف المنشودة وبما يعزز من مكانة المملكة على مختلف الأصعدة من جانبها أعربت معالي السيدة فوزية بن عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي نائبي جلالة الملك ولي العهد لما يوليه سموه من حرص دائم على تعزيز التعاون بين السلطتين ورفعة ونماء الوطني والمواطن